يجيبونا في احد المصايب الاجيال الجزائرية الجاية والشعب الجزائري راح يدفع الوكان ما اذا لم نسارع لينقاذ وطننا راح يجيبونا اعداء الدنيا يجيبوهمنا كل الدنيا يخضوا معها عدوات لانهم جهلاء اقل ما يقال عنهم انهم جهلاء رديئين فاشلين لا يفهمون شنغريحة يحسب راح وراه في بشار يقضى فيها 18 سنة والا 14 سنة راح في بشار يحقر في الجنود ويحقر في السكان هناك ويختص في النساء ويبيع في الادروغ ويبيع في الطريق ذهابا وإيابا من الجزائري للمغرب الاخري يحسب هذيك الامور يحسب الدولة هكذا تدار وبما انه يحسب هكذا الدولة تدار راح اعمل هاد الشي سامحوني طولت عليكم اليوم شوية لكن ما دام راح الصداع ما زهرنيش خلي نكمل معاكم مش دايم راح نكمل هذا الوقت هذا الموضوع في كثير من راح املهج موسيقى 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 وين في الناحية السادسة بالقرب في ثام الراس ليس بعيد عن الحدود المالية سموها زوبعة الهقار أنا كيش العنوان قلت هذون ما عندهم شاقل كلمة زوبعة هي تمشي صح الناس تعودت عليها كلمة مثلا زوبعة يقولك زوبعة في فنجان زوبعة ترابية غبار لكن في الاختيار في اختيار الأسماء المناورات ومتع الحروق يسموها العاصفة مثلا عاصفة الصحراء التي داروها المريكا يختاروا أسامي ضخمة وقوية تؤدي المعنى لأن كل شيء في المناورة لازم يكون يشابه الحرب بما فيها التسمية زوبعة هذا ما لقيته كلمة زوبعة فقط الله يزوبعكم في الدنيا وفي الآخرة بيخلص منكم الشعب الجزائري مالي ذلك البلد الصغير اللي كان موافق على اتفاق الجزائر بحيث أن فيه شبه حكم ذاتي للأزوات ومالي قابلة بما يشبه الدولة الفيدرالية والأمور ماشية يولي الجيش الجزائري يحول أجزاء مهمة الآن من الجيش بما فيهم اللي كانوا في تيندوف يحولهم إلى مالي إلى الحدود مع مالي لماذا؟ لأن عقاداء مالي ممش حتى جنرالات عقاداء مالي رهم يهدوا وقالوا سنلاحق الأزواتيين حتى داخل الطراب الجزائري من أعطاهم هذه القوة؟ روسيا والإمارات والتحق بهم تركيا الآن تركيا تبني في ثلاث قواعد عسكرية في مالي الدرونز اللي يستعملوها سادات وسادات هذه كمة فاغنر كان مجموعات تابعة لتركيا يسموها سادات وفاغنر تابعة للروس الآن الروس سموهم الفيلق الإفريقي على وزن الجيش الإفريقي اللي كان من أيام الاستعمار الفرنسي ولينا دوبلينا ماشي دوبلينا قال واحد مثلا كان في الترمينال ماشي ما جابش الباكالوريا انزل سنة أولى ابتدائي بحيث أننا نولو كلمة بكلمة وخصوه مع إخوانهما كلهم إخواننا يعني حتى أولئي مالي حتى هذه الطغمة اللي في مالي الشعب مالي هما إخواننا هذون أو النيجرة كلهم إخواننا لكن السياسات الجاهلة المتعارضة وهذا هو عدم الشرعية هذا هو لما ما يكونش عندك إعلام حر يلفت لانتباهك خبراء أحرار مراكز بحثية يعود عندك غير الإمعات أنت الدير اللي عبد العزيز المجاهد والجزيرين شموه مجازر تديروا على رأس أهم مركز بحثي موجود في البلاد ما يعرش يكتب خمس أسطر على بعضها ما يعرش يتكلم وأنا عارف ما أقول أنا قابلت مرتين والثلاثة في القنوات عنده كلام نتعى لغة خشبية ليلا معنى لها هذا هو أعلاه لأن عبد العزيز المجازر كان هو المعلم تعشينغري حكي كانوا يذبحوا كيف كيف في الأخضارية وفي البويرة وفي الفرقة الأولى اشتركوا في القناة